إلى ذلك يواصل معبر رفح المصري استقبال الشاحنات الإغاثية التي تدخل لدعم الأشقاء الفلسطينيين حيث يصطف عدد من الشاحنات أمام المعبر تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة حيث دخل إلى الجانب الفلسطيني اليوم 40 شاحنات مساعدات بالإضافة لست شاحنات وقود فضلا عن استقبال 250 من مزدوجي جنسية هذا وقد وصل عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح حتى الآن تتجاوز 5300 شاحنة وسط توقعات بزيادة عدد الشاحنات في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الأمن بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل بعد التحية لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المتواصلة في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر هذه البوابة التي نقف أمامها وهي بوابة معبر رفح لازلنا نتابع معكم استفاف هذه الشاحنات التي تستعد للدخول إلى معبر رفح لإدخال المساعدات الجذائية والمستلزمات الطبية والبطاطين والخيم وكل المساعدات التي يحتاجها أهالي قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع في هذه الفترة هذه الشاحنات يتم دخولها من بوابة معبر رفح التي لم تغلق يوما واحدا لدخول هذه الشاحنات نتحدث عن أن بوابة معبر رفح استقبلت حتى الآن أكثر من خمسة آلاف وثلاثمائة شاحنة دخلوا عبر بوابة معبر رفح لدخول مزيد من المساعدات لكن بعد قرار مجلس الأمن الخاص بإصدار وإقرار مشروع قرار بزيادة المساعدات وزيادة وتيرة المساعدات الجميع يأمل في أن تزداد هذه المساعدات بصفة مستمرة خاصة خلال الفترة المقبلة بعد هذا القرار لأن القصف الموجود في قطاع غزة يكون أهالي قطاع غزة بحاجة أكبر لدخول مزيد من المساعدات خاصة مع تدمير كل المرافق الأساسية والبنية التحتية في قطاع غزة بالإضافة إلى هذه المساعدات هذه البوابة أيضا لازالت تستقبل رعاية الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسية استقبلت حتى الآن هذه البوابة أكثر من 17 ألفا من الوافدين ومن مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية بالإضافة إلى استقبال المصابين والجرحة هذه البوابة أيضا تستقبل عدد كبير من المصابين أكثر من ألف مصاب دم دخولهم عبر بوابة معبر رفح لإجراء الفحصات الطبية وعلاجهم خاصة مع تدمير كل المرافق الصحية الموجودة في قطاع غزة قصف المستشفيات أصبح لا يوجد أي إمكانيات هناك أو أي أجهزة أو أي كوادر حتى طبية لعلاج المصابين خاصة المصابين بإصابات خطيرة بالغة فمصر فتحت مستشفياتها نتحدث عن تجهيز 37 مستشفى على مستوى المحافظات أو على مستوى مصر لاستقبال المصابين أقربهم مستشفى الشيخ زوايد ثم مستشفى العريش ثم مستشفى بئر العبد بالإضافة إلى مستشفيات مدن القناة والقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة